سلام بناس كنتمنى احوالكم والصحة تكون على خير وعواشركم بروكة وكنتمنى ان شاء الله هاد رمضان يجي القانا ويلقاكم بصحة وعافية وطول عمر اليوم غنشارك معكم فيديو اللي رائع لوصفة تحضير مركز الحامض اللي طيب او مطبوخ اللي كيجي اكتر من هائل وكيجي تركيز ديالو اللي رائع وقوي من قبل ما نبدأ وكمال عادة كنتمنى تتقطع لزيز الشراك وليلايك فضلا منكم وليس امرا غندوز المكونات على بركة الله في تحضير المركز الحامض اللي طيب اول حاجة كنحتاجة عندي هنا اربعة كيلو ديال الحامض اللي غسلتها جيدا ورقتها في هاد الاناء بلاستيكي وضفت لها قطرات من الخل ابيض بالنسبة لهاد القطرات المعاقم لاننا غنحتاجه لقشرة ديال الحامض من بعد ما غسلته جيدا غسلته مزيان وضعته في هاد الشبكات وخليته حتي نشف جيدا من بعد ما تسقطر الحامض ونشف جيدا كما تلاحظو الشكل دياله هنا هنا غنبدأ في تحضير الوصفة كنجيبو واحد شبيكة اللي كتكون رقيقة بهاد الشكل ثم كنبدأ نحكو الحامض بهاد طريقة نحاولو مندخلوش في ديك القشرة دياله اللي كتكون داخل بيضا لاننا إلا دخلنا فيها غايجينا المركز مرد ضروري فقط غير ديك القشرة اللي كتكون صفرة من الفوق كنقام السمرة بهاد طريقة كما كتلاحظو حتى نزول القشرة كامل ضروري ما نتبعو هاد المرحلة باش يجينا المركز ناجح كنجيب كذلك وحدة أخرى ودائما نختارو الحامض اللي كيكون نوعية جيدة اللي كتكون القشرة دياله شوية حرشة بهاد الشكل كنقام السمرة بنفس طريقة ونحاولو نزولو هاد الرؤوس ثم كنحكو كنزول ديك القشرة وفي نفس الوقت ما كنوصلش ديك القشرة البيضاء كنقام السمرة حتى كنكمل كمية كلها اللي عندي ديال حامض كما كتلاحظو الشكل دياله هنا عن قرب خاس يكون بهاد الشكل فقط كنزولو غير القشرة الأصفر هو اللي كنحكوه مباشرة كنوركم هنايا الكمية اللي تعطاتني ديال قشرة ديال حامض 4 كيلو بالضبط كمية اللي لا بأس بها كذلك اللون ديال القشرة خاس يكون بهاد الشكل فقط غير الأصفر ما داخلش فيه القشرة البيضاء نهائيا مباشرة في هاد الأثناء كناخد الحامض لزوت القشرة ثم كنقسمو انصاف باش نزولو دك العصر دياله اللي غنضيفوه القشرة ديال الحامض لزوتنا مسبقا كم قم السمرة حتى كنكمل كمية الاولى ديال الحامض اللي غنقسمها مباشرة كنعصروا بالنسبة للحامض النوعية اللي اخديت انا هنا فيه نسبة كبيرة ديال ماء دائما نختارو الحامض يتكون فيه نسبة كبيرة ديال ماء يجب عليكم مركز الهائل و كمية كذلك اللي كتكون مزيانة قمت سا مرة حتى نكمل الكيمية الاولى من بعد ما كان عصرها جيدا هنا غنوريكم كمية اللي تعطتني بالنسبة نصف كمية اللي عصرت هنا عطتني بالضبط لتر و 250 ميلي لتر الكمية اللي تعطتني اللي هي كمية لا بأس بها وهنا باقي ما عصرتش الكمية الثانية قمت سا مرة كذلك حتى نعصر كمية اللي تبقات ليه بنفس الطريقة حتى نكملها كذلك كاملة من بعد ما عصرت الكمية الكاملة هادي هي الكمية اللي تعطتني كذلك كمية دي العصر الحمض لكمية اللي لا بأس بها مباشرة في هاد الاتناء وبالنسبة القشر كنحترف به ممكن نضيفه الجاج بلي رقده او كذلك في ايناء الى بغينا نبخره في الخضار او كذلك اي حاجة كنستعملوا في هاد القشور من بعد ما قمت الكل كما كتلاحظو هنا كنضيف كمية دي السكر بالنسبة الكمية اللي عندي انا هنا دي الحمض ربعة كيلو وضعت فيها جوش كيلو جرام دي السكر سانيدا بالنسبة التركيز هاد مركز الحمض ما كنحتاجوش يكون عاقد بزاف لانا كنطيبوه وكذلك احتدك السكر اللي كنضعو فيه اننا كنطيبوه كيدوب بزاف ما كيكونش بحشكل مركز الحمض اللي تيكون خضر من بعد ما وضعت السكر سانيدا غطيت عليه بلاستيك الغدائي وغنوضوه في تلاجة مدة 24 ساعة مع التحريك المستمر حتى كيدوب لنا دك السكر من بعد ما وضعت في تلاجة 24 ساعة مع التحريك المستمر هنا كنزول عليه بلاستيك الغدائي ثم مباشرة غنوريكم القوام هنا داب لنا السكر كامل اللي وضعت فيه ثم كنجيب واحدة تنجرة او كوكوت لي غنطيب فيها مركز الحمض كنفرغ فيها مركز الحمض او عصير الحمض مع القشور ديالو هنا غنوريكم الإناء بانني بعد ما فرقت كمية كاملة اللي عندي ديال عصير مع القشور السكر سانيدا كله ديب ضروري من هاد المراحيل باش ينجح معاكم هاد المركز مباشرة كنوضع تنجرة او كوكوت فوق النار ثم ما كنخليها تغلى مع التحريك المستمر بالنسبة هاد المركز ما كنخليه شي طيب بزاف باش ما يتحرقش لنا السكر فقط مجرد ما كتطلع عليه الغليا بهذا الشكل فقط كنطفيه عليه النار ما نخليه شي طيب بزاف من بعد ما طفيت عليه النار كنخليه جانبا حتى يبرد جيدا من بعد ما برد عصير الحمض مع القشور ديالو جيدا كنوريكم هنا القوام ديالو كيكون بهذا الشكل كذلك حتى اللون ديالو بالنسبة لهاد المركز كيجي تركيز ديالو قوي وكيجي رائع كتستعمله فقط غير كمية قليلة وكيجي تركيز ديالو بين ومنسم في العصائر اللي كتوضعوه فيها مباشرة كنجيب واحدة شبكة اللي كتكون نرقيه ثم كنصفي بها عصير الحمض من القشور ديالو كنصفي الكمية الاولى وبالنسبة للقشور كنحتافظو بهم لان كذلك حتى هما كننسمو بهم الكيك وكذلك الحلويات اللي كيجيوا رائعين بالنسبة الكمية الاولى من بعد ما صفيتها كما كتلاحظوه كنجيب كذلك كمية تانية بنفس طريقة كنزولو عصير الحمض والقشور كنحتافظو بهم جانبا كما قام السمرة كنصفي بكمية بكمية كنصفي عصير الحمض والقشور كنحتافظو بهم جانبا اللي بغيتو ننجح معاكم هاد مركز ضروري ما تصفي بشبيكة بهات الشكل اللي كتكون ارقيقة باش ميدوش لكم في العصير القشور ديالو من بعد ما صفيتو وضعتوه في صبيرات كما كتلاحظو الكمية الكيمية كذلك اللي تعطتني كيمية اللي هي لا بأس بها كذلك القشور كما كتلاحظوه خليتهم مازال يتصفو ديك شبيكة لان خصهم وخا كنصفيهم كيبقى فيهم واحد شوية ديال العصير مركز الحمض هنا غنوريكم القوام ديالو واللون ديالو هنا رباقي ما تقالش لينا فعلا كيجي واحد مركز رائع مباشرة كنغطع ليهم وكنوضعهم في المجمد حتى كي يبرد جيدا من بعد ما وضعتوه في المجمد ليلة كاملة كمما كتلاحظو هنا غنوريكم القوام ديالو وهنا غنذكركم بمركز الحمض اللي فيت اللي حضرت معاكم للمشي طيب ومطبوخ هنا تواحظت منه كمية حتى هو كيجي رائع كما كتلاحظو القوام ديال مركز الحمض اللي ماشي طيب قوام دياله احتوا كيجي رائع وكيجي اكتر من هائل غير فقط المركز اللي حضرت معاكم اليوم تركيز دياله اكتر من هاد المركز اللي بدون طياب لكن لتر ديال الماء اغنوضعه في جوج معالك كبار او نصف من هاد المركز اللي بدون طياب بالنسبة الاخر كنوضعه فقط نصف كأس عبار العنباء في لتر ماء لان تركيز دياله تكون قوي وتيكون كتير بالنسبة طريقة الاحتفاظ بهاد المركز اللي شاركت معاكم اليوم ديال الحامد اللي طيب ممكن تحتفظوا به فقط غير في تلاجة مدة شهر كيبقى في القوام دياله والمضاق دياله ما كيتغيرش وبالنسبة في المجمد ممكن تحتفظوا به مدة ما فوق 6 أشهر وكذلك يبقى في الشكل دياله والمضاق دياله وبالنسبة المركز الحامد اللي ماشي طيب فقط كنحتفظوا به غير في المجمد مدة ما فوق شهرين حتى الثلاثة أشهر وكما كتلاحظوا القشور وضعتهم حتى هما في بلاستيك اللي كانحتفظ بهم كذلك في المجمد لأنه كانستغل لهم دائما في الكيك وفي تنسيم الحلويات ما كانستغناش عليهم الوقت اللي كانحضر هاد المركزات بالنسبة لهاد المركزات صار رائعين وناجحين وعند تجربة وشاركتهم معكم لأنه فعلا كيستحقوا التجربة كانعتمدهم في العصائر ممكن تعتمدهم مع الفواكه مع الفريز مع التفاح مع الفوكة أي نوع دي الفواكه كيجي معهم رائع وكذلك مع الخضر مثلا مع الجزر أو خيزو كذلك الخيار الكرافس وفعلا اللي مركزات اللي رائعة وهائلة وكذلك صحية وناجحة سواء احتفظنا بهم مدة أقل أو أطول في المجمد كيبقوا في المذاق ديالهم والشكل ديالهم كانتمنى فعلا تجربوهم لأعجبكم كذلك تبرتجيهم مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة وشكرا لكم مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله